في الأثناء تتواصل المعارك بين قوات الاحتلال والمقاومة حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وجندي وإصابة جندي آخر بجراح خطرة خلال معارك في وسط قطاع عزة ذلك يرتفع عدد قتل جيش الاحتلال إلى 674 منذ أحداث السابع من أكتوبر و 320 منذ بداية الاشتياح البر للقطاع من جانب آخر أبلغ الجيش الإسرائيلي مسؤولين السياسيين أنه يحتاج أربعة أسابيع لاستكمال العملية العسكرية في رفع حسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية فإن هذه المهلة مطلوبة لاستكمال كشف الأنفار في محور أو في رفع ومحور فلادلفيا